بسم الله اهلا بكم يا شباب ان شاء الله نبدأ في الفيديو ده نتكلم عن الدليل الاسترشادي للكود السعودي في المباني السكنية اللي احنا بنسميه اس بي سي سعودي بيلدين كود اللي هو الف مية واحد والف مية واثنين طبعا في دليل صدر في مارس تلاتة وعشرين يعني في عام عشرين تلاتة وعشرين في شهر مارس صدر او نزل الاصدار الاول من دليل استرشادي للكود السعودي في المباني السكنية يبقى نحفظ معنا الاس بي سي اس بي سي الف مية واثنين تمام والالف مية وواحد دول خاصين بالكود السعودي للمباني السكنية يبقى الف مية وواحد والف مية واثنين الكود السعودي للمباني السكنية طيب الكود السعودي للمباني السكنية احنا كما وانسين كهرباء هنحتاج منه ايه هنحتاج منه تمام ان احنا نعرف الكود بيقول ايه في المباني السكنية وأنا هجيب لك إن شاء الله المعلومات الخاصة بالكود أو الجزء الخاص بالجزء الكهرابي تمام من الدليل الاسترشادي للكود السعودي للمباني السكنية اللي هو SBC1101 و1102 من دليل المقاولين ونبدأ نشوف واحدة واحدة المتطلبات بتاعة الدليل ومتطلبات الكود في السكشن أو القسم الكهرابي بإذن الله تعالى انتظروني في فيديوهات بتكلم عن الكود وأشوفكم في أول فيديو من الكود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته